السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة إلكترومزاسيس وعلى جروب لو عندك غسالة صحون ادخلي ساعديني اليوم إن شاء الله سنقوم بالرد على جميع الأسئلة التي جاءت على الجروب لا تنسوا اشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على الزر لايك ولا تنسوا الضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك ستجدون الرابط صفحة أسفل هذا الفيديو لنتابع الشرح نبدأ بأول سؤال سؤال لميدو ميدو غسالة بيكو إي عيوبها ومميزاتها نبدأ بمميزات الميزة الأولى هي قطع الغيار الموجودة والرخيصة الثمن والميزة الثانية هي الضمان بيكو لها ضمان لمدة عامين والميزة الثالثة هي التوفير في الطاقة فالغسالة صحون بيكو أتروابليس تقوم بتوفير الطاقة بنسبة 10% على الغسالات الأخرى ولها كفاءة جيدة في تشجيف أواني أما العيوب فالخدمة ما بعد البيع غير جيدة وعند استعمال غسالة لمدة طويلة يحدث مشكل بسيط تسرب الماء من جهة أسفل الباب والحل لهذا المشكل هو رفع أرجل الغسالة من الأمام السؤال التالي أفضل نوع من فضلك بوش ولا أريستون ولا بيكو بوش جيدة جدا وأريستون جيدة وبيكو جيدة كل ما عليك هو أن تسألي على خدمة ما بعد البيع وبوش لها خدمة ما بعد البيع جيدة جدا السؤال التالي السحون ما بتنضفش والكاسات غسالة بيكو 14 طبق السبب الرئيسي في هذا المشكل هو نضافة الغسالة من الداخل يجب عليك تنظيف الرشاشات الغسالة وتنظيف الفلتر الغسالة لكي تقوم المدخة الغسالة بضخ الماء جيدا قومي بالدخول إلى قناتي وستجدين فيديو لكيفية تنظيف الغسالة من الداخل السؤال التالي للأخت حور أنا أسرة كبيرة وحالة أجيب نوع كويس ممكن حضرتك تشرح لي النوع الجيد أختي الكريمة هي الغسالات المعروفة مثل بوش أو بيكو أو ويربول أو سامسونج أو ألجي أو غيرها من الشركات المعروفة أما القياس تقاتل سعة الغسالة بعدد أفراد لكل فرد 10 قطع أي أن غسالة 12 فرد تسع إلى 120 قطع السؤال التالي أختي سيهام غسالة ويتويل حطيت ملح ولسا ننور اللمبة أختي سيهام لا تعتمد على مؤشر ملح فيجب عليك مراقبة الملح يدويا وفي بعض الأحيان مستشعر الملح الموجود في عبوة الملح لا يعمل وهذا لا يؤثر على الغسالة فيجب عليك مراقبة الملح يدويا السؤال التالي للأخت مونة الغسالة مش رادي تدوس على زر ستار وشغالة على فادي بس ما تسحبش القرص وشغالة بألها 10 ساعات مش رادي تفصل غير لما أشيل في شيء الحل نوعها أريسو 12 فرد أختي الكريمة لديك تسرب ماء في أسفل الغسالة فإذا كان الماء في أسفل الغسالة فالغسالة تقوم بتشغيل مدخة ولا تنطفئ حتى تقومين بفصلها من الكهرباء يجب عليك اتصال بالتقنية أو اتصال بخدمة ما بعد البيع إذا كانت الغسالة لا زالت في الضمان السؤال التالي الغسالة بتنزل مية كتير لدرجات بطلت أغسل فيها أختي الكريمة يجب عليك اتصال بالتقنية التابعة للشركة وهو سيشخص لك العطل وسيقوم بإصلاحه السؤال التالي الأختي أميرة غسالتي نوع ويربول جديدة عندها شهرين استعمال المشكلة هو أن حطها تشتغل تمشي ثلاث دقائق ثم تتوقف وتكتب لي أند مفهمت لحد الآن السبب أختي أميرة يمكن أن يكون المشكلة فيها الخرطوم تصريف الماء يجب أن تقوم برفعه إلى الأعلى تقريبا بنصف متر وإن لم تشتغل الغسالة يجب عليك الاتصال بخدمة ما بعد البيع السؤال التالي الأخت ويسام مش بتسحب مية أختي الكريمة هل الماء موجود في صنبور غسالة إذا كان الماء موجود في صنبور غسالة فيجب عليك الاتصال بالتقنية التابعة للشركة وهو سيشخص لك العطل وسيقوم بإصلاحه السؤال التالي للأخت أمل غسالة أريستون 14 فرد بتسهلك ملح تقريبا كل 10 إلى 15 يوما ما هو السبب؟ يجب عليك أختي الكريمة ضب درجة العسر في غسالة صحون على درجة متوسطة لأن كلما كانت درجة العسر مرتفعة جدا يكون السهلاك الملح مرتفع جدا وادخلي إلى قناتي وستجدين كيفية ضب درجة العسر في غسالة صحون أريستون السؤال التالي غسالة بوش بتسحم مية وبعد كده المراوح مش بتشتغل مع العلم أني منظف المراوح أختي الكريمة ممكن أن يكون المشكل فيها المدخة الغسالة يجب عليك الاتصال بالتقنية التابعة للشركة وهو سيشخص لك العطل وسيقوم بإصلاحه السؤال التالي الأخت شيرين غسالة بيكو 14 عندي إيه أفضل برامج ودورة الخل إزاي؟ وهل مفروض أحضر زيت وملح مع القرط؟ أختي الكريمة أفضل البرامج هو برنامج يومي أو اقتصادي وكيف تقومين بدورة الخل؟ ادخلي إلى قناتي على اليوتيوب وستجدين فيديو لكيفية عمل دورة الخل للغسالة ستجدين رابط القناة أسفل هذا الفيديو سؤال أخت سارة أيهما أفضل؟ البكرة أم ديجيطال؟ أنا أفضل ديجيطال السؤال الثاني للأخت آية غسالة مش بتعقم وبجيشتغل لحد الآخر دقيقة والخطوة البخار مش بتقوم بها أختي الكريمة إما البرنامج الذي تستعمل ليس به حرارة وإن كانت البرنامج الذي تستعمل به حرارة فالمشكلة فيها السخان يجب عليك الاتصال بالتقنية تابع للشركة وإن كانت الغسالة في الضمان يجب عليك الاتصال بالخدمة ما بعد البياء السؤال التالي للأخت نور الغسالة بتطلع كبيات مخاربيشة أختي الكريمة أنت تقومين بغسل كبيات في برنامج به حرارة عالية يجب عليك سيار برنامج مناسب لغسل كبيات وليس به حرارة مرتفعة ويجب عليك ضب درجة العسر في غسالة الصحون على درجة العسر الموجودة لديك في المنزل سؤال التالي ظهور رمز او كانز في غسالة أطباق بوش هذا الرمز يعني أن هناك مشكلة في قطعة داخل الغسالة اسمها بالفرنسية بريسونزو يجب عليك الاتصال بالتقني التابع للشركة وهو سيقوم بإصلاح هذا المشكل السؤال التالي الأختصارة هل استعمال الخل الأبيض عوض ملمع أي الزيت يؤتي سلبع على الغسالة الخل الأبيض لا يجب وضعه مكان ملمع لأن الملمع يساعد على تجفيف الأواني إن قمت بوضع الخل ستجدين أن الأواني عند انتهاء الغسالة بها نقط ماء عليها فالخل لا يؤثر على الغسالة ولكن لا يساعد على تجفيف الأواني السؤال التالي الأختمارية الكبايات والثالث بتخربش من الغسالة أي العمل وضبط العسر المياه على كم وهو كان جاي متضبط على ثلاثة أنا جبته على اثنين الكبايات بتخربش سببها الرئيسي أخت الكريمة درجة الحرارة المرتفعة قومي باختيار برنامج مناسب للكبايات وليس بحرارة عالية وقومي بضبط درجة العسر فيها الغسالة على الدرجة الموجودة لديك في المنزل السؤال للأخت وفاء غسالة بوص صغيرة بتطلع الأطباق مش نظيفة خالص يجب عليك أخت الكريمة تنظيف الغسالة من الداخل تنظيف رشاشات الغسالة وتنظيف فلتر الغسالة لكي تقوم الغسالة بدخل ماء جيدا قومي بالدخول إلى قناتي وستجدين فيديو بالكامل لكيفية تنظيف غسالة الصحون من الداخل سأضع لك رابط القناة أسفل هذا الفيديو السؤال التالي أفضل أنواع غسالات الأطباق أفضل أنواع غسالات الأطباق هي الشركات المعروفة مثل بوش أو بيكو أو ويربول أو سامسونج أو الجي وتجنبها الغسالات الغير معروفة لأن قطع الغيار غير موجود وخدمة ما بعد البيع غير موجودة سؤال للأخت دعاء الصدق في شبكة غسالة إيه الحل؟ الصدق في الشبكة سيكون له فيديو إن شاء الله في القناة في الأسبوع القادم إن شاء الله سؤال أم ياسين اللي عايز يشتري غسالة إيه أفضل نوع حضرتك تنصح بإيه؟ كما قلنا أختي أنصحك بالشركات المعروفة مثل بوش أو بيكو أو ويربول أو سامسونج أو الجي وغيرها من الشركات المعروفة ولا أنصحك بالشركات الغير معروفة سؤال لأم يوسف أفضل نوع غسالة تنصح بإيه وإيه المعايير اللي أفاضل به في شراء يعني عدد الرشاشات ولا إيه من أفضل بكرة ولا الديجيطال والطريقة اللي حافظ بها عليها في استعمال أي غسالة هذا السؤال أختي الكريمة يتكرر كثيرا أفضل أنواع هي الشركات المعروفة مثل بوش أو ويربول أو بيكو أو سامسونج أو غيرها من الشركات المعروفة وتجدنا بها الشركات الغير معروفة لأن قطع الغيار غير موجود وخدمة ما بعد البيع غير موجودة الأفضل بكرة أم الديجيطال أنا أفضل الديجيطال طريقة الحفاظ عليها هي النظافة بدورة الخل في كل شهر والنظافة بمنظف خاص بالغسالة في كل ستة أشهر وادخلي إلى قناتي وستشجدنا كيف تقومين بتنظيف الغسالة من الداخل بدورة الخل سؤالي أخت ورضا رسالتي زانوسي إيطالية أريد أن أعرف كيف برمجتها وتشغيلها وادخلي إلى قناتي وستجدين فيديو لها بالكامل إن شاء الله سأضع لك رابط قناة أسفل هذا الفيديو أرجو أن أكون شرحت جيدا واستفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على الزر لايك ولا تنسوا الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك ستجدون رابط صفحة أسفل هذا الفيديو إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة